السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم جميعا أعزائي طلبة موسى أكاديمي أهلا ومرحبا بكم مجددا في موسى أكاديمي معكم عبد الرحمن الفئي محاضر من موسى أكاديمي وبإذن الله هكون معاكم في أول مادة تحضيرية موجودة معنا في موسى أكاديمي مادة كومبيوتر بايزيكس أو مادة الحاسب الآلي الأجزاء المشمولة أو الموجودة معنا في اشتراك موسى أكاديمي بتكون كالآتي أولا بيكون عندنا فيديوهات شرح كامل لكل السلايدز الخاصة بالمنهج تاني حاجة بيكون عندنا حلول نموذجية لكل الواجبات والمشاريع الموجودة الخاصة بالمادة رقم ثلاثة هيكون عندنا ملخص أو سامري وكذلك مراجعة أو ريفيجن على جميع النقاط المشروحة في الفيديوهات أو في المنهج وطبعا وأهم نقطة وبأكد عليها رقم أربعة الدعم الفني لو عندك أي أسئلة أو محتاج مساعدة في أي من النقاط المشروحة في الفيديوهات أو قبلتك أي مشكلة في حلول الواجب رجاء تواصل معنا وهنرد عليك دائما في أقرب وقت وهكون معاك لأي استفسارات عندك أو لأي مشاكل بتوجهك أثناء المذاكرة وخلونا بقى ننتقل من هنا على أول سلايد عندنا وأول فصل عندنا في المادة وهنتكلم عن ما هي أسس الحاسب الآلي أو ما هي البيزيكس الخاصة بالكمبيوتر طب تعالوا نبص مع بعض المنهج بتاعنا إيه هي الفصول الأساسية اللي هيتم درستها أول فصل عندنا زي ما اتفقنا هنتكلم عن البيزيكس هنتكلم فيه عن إيه هو الكمبيوتر وإيه هي العناصر أو الكمبوننس الأساسية الخاصة بالحاسب الآلي هنتعرف بعدها على الهاردوير وما هو الهاردوير ويعني إيه سي بي يو وماذربورد وإمبوت وآوتبوت بعد كده هنتعرف ما هي الأنواع المختلفة الموجودة عندنا في الكمبيوتر طب ده كده الفصل الأول ما بعد ذلك إيه هي الفصول الأخرى اللي هندرسها قالك أنا عايزك بس نعرف لحد الفصل الخامس لأن ده مرتبط ارتباط شديد بأول فصل فهقولك إن إحنا في الفصل الثاني هنتعرف على الانبوت اوتبوت هتقولي ما هو ده اتكلمنا عنه في أول فصل هقولك هنمسك كل نقطة بنتكلم عنها في الفصل الأول ألا وهو كمبيوتر بايزيكس وهنبدأ نتعمق فيه في الفصول القادمة يعني الفصل الثالث أو تشابتر ثري هتلاقيني بكلمك عن الستوريج لكن بتفصيل أكتر بعد كده الفصل الرابع والخامس هنتكلم على السوفتوير بأنواعه بعد كده هنبدأ نمسك بعض النقاط العملية أو بعض السوفتوير العملي يمكن كتير منكم عارفوا زي وورد وإكسل وباوربوينت وفي النهاية هنبدأ نتعرف على بعض الفصول زي الديتابيز أو قاعدة البيانات وهنتعرف مع بعض على النتوركينج أو التواصل والشبكات وكذلك هنتعرف على الانترنت أو شبكة المعلومات أو شبكة الانترنت طب تعالوا نبدأ في أول فصل في مادتنا السهلة والجميلة ونشوف إيه هي النقاط الأساسية اللي عاوزني أعرفها عن الكمبيوتر جدير بالذكر نقطة بسيطة قبل البداية المادة بتاعتنا النهاردة سهلة جداً وهتعوز منك بعض البحث طب ليه الكلام ده؟ هقولك في المادة دي بيقولك على مصطلحات أو definitions كتيرة جداً وعايزك تبدأ تتوسع وتقرأ في المجال أكتر يعني كتير من المصطلحات المذكورة عندنا في المادة هتلاقي نفسك بتدرسها بالتفصيل أكثر بعد كده في السنوات القادمة حتى إذا اختلفت نوع القسم اللي انت دخله سواء كان IT، Computer Science أو حتى Data Science أو علوم البيانات فتعالوا مع بعض نشوف المصطلحات دي ونشوف أمثلة حية لكل شيء عشان تكون فاهم كل نقطة جت مني ترجمة نانسي قنقر